بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين الله تعالى رب العالمين سبحانه هو أمان الخائفين وحصن المضطرين هو سبحانه وتعالى ملاذ اللاجئين هو سبحانه وتعالى مقصد الطالبين وهذه الأمور المسلمات مما تطمئن بها قلوب العباد من الصالحين والمتقين لأنهم إذا ضاقت بهم الأحوال أو نزلت بساحتهم النوازل فإنهم يوقنون بأن المفرج لها هو الله هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لأنه سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض وقد طبقت هذا المعنى السيدة آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون طبقت هذا المعنى وهذا الأمر عمليا لما واجهت كربا لا يطاق لم تجد له من دون الله كاشفا أو مخلصا ودى لما آمنت عليها السلام بسيدنا موسى عليه السلام فعذبها فرعون بالأوتاد الأربعة في يدها ورجليها وألقاها في الشمس شديدة الحر وهددها بالقتل فتوجهت وهي في هذه الشدة الشديدة توجهت إلى ربها موقنة بطلاقة قدرته سبحانه وتعالى قال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومعنى قول ستنا آسية في دعائها رب ابني لي عندك بيتا في الجنة يعني أبدلني عن هذه الدنيا التي ضاقت بي بموط آخر هو أفضل يكون في جوارك في الجنة فأسمى ما يطلب المؤمنون هو جوار الحق سبحانه وتعالى في جنة المأوى ومعنى قولها في دعائها ونجني من فرعون يعني مما يريده بي من الإذاء والتعذيب بغير جر هي فقط آمنت بالحق وشهدت أنه لا إله إلا الله بدأ يعذبها عذابا شديدا ومعنى قولها في دعائها إنه نجني من فرعون ونجني من عمله كذلك أي من الشرك والكفر بالله تعالى لأنه كان بيقول أنا ربكم الأعلى وكان كذلك لا يريد الناس تؤمن بما جاء به موسى عليه السلام لذلك أكملت دعائها ستنا أسية عليها السلام وقالت ونجني من القوم الظالمين يعني نجني من القوم الكافرين المشركين اللي ظلموا أنفسهم بوقوعهم في الشرك وتركهم التوحيد ستنا آسية عليها السلام لما كفرت بفرعون وآمنت بما جاء به موسى عليه السلام من عندي ربه أمر فرعون بصخرة كبيرة جدا وعظيمة تلقى عليها فلما جاءوا بالصخرة ده طبعا بعد أن ربطها بالأوتاد دق الأوتاد أشبه بالمسامير يدقونها في الأرض ويربط إيديها الاثنين ورجليها كمان وبعدين يطرح في الشمس شديدة الحرارة وأمر أنهم يلقوا عليها بصخرة عظيمة ساعتها دعت ربها ضارعة وقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة فأبصرت عليها السلام بيتها في الجنة من درة بيضاء وقت ما دعت هذا الدعاء وفاضت روحها فلم تجد ألما عليها السلام وبكده يكون أجاب الله تعالى دعاءها وهي عاينة استجابة الله تعالى الآنية لدعائها وتضرعها هي دعت ربنا ابني لي عندك بيتا في الجنة فشاهدت بيتها في الجنة درة بيضاء شاهدته قبل أن تفيد روحها فلم تشعر بأي ألم أو تعذيب وفاضت روحها بعد أن رأت استجابة دعائها عليها السلام سيدتنا آسية عليها السلام تعلمنا إن الإنسان عليه إنه يطلب من ربه الفرق عند اشتداد الأزمات مش زي ما بنشوف من بعض الناس إنهم بيعتقدوا إنه يطلب المزيد مما هو فيه من ضيق لو كان ده يعني يرضي الله سبحانه وتعالى لا السنن الطيبة سنن الأنبياء والصالحين إنه الإنسان فيه عند اشتداد الأزمات عليه أن يسأل الله تعالى أن يبدل عسره باليسر لأنه مش عارف إذا كان حيقدر يبقى صامد في هذه الفتنة ولا مش حيقدر يصمد فيسأل الله اللطف ويسأل الله العافية ويسأل الله الفرج ويسأل الله أن يبدل عسره باليسر وأن يبدل ضيقه بالفرج وإنه هو في الحالة دي اتعلمنا من دعاء ستنا آسية إن إحنا نفوض الأمر لله سبحانه وتعالى إلى الخالق العظيم ونحسن الظن بالله وإن المؤمن يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته وأن لا ييأس من رحمة الله وأن لا ييأس من روح الله تعالى لأن رحمة ربنا سبحانه وتعالى لا ريب فيها واسعة وفرج الله بلا شك قريب فلنحسن الظن بمولانا العظيم ولك إنك تتخيل صعوبة الموقف اللي مرت به هذه السيدة العظيمة آسية التي كملت مع من كملت من النساء كما ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستين آسية اللي استحقت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون من أفضل نساء العالمين وإنها مرت بصعوبة شديدة جدا وإزاي إنها في هذه الحالة الشديدة وفي هذا الضيق الشديد القاسي يقنها بالله حي وحدة تتعرض لكل هذا العذاب وتمر بكل هذا الضيق إلا أنها أيقنت ومنقنة بمولاها جل شأن وأنها أحسنت الظن به جل وعلا وطلبت منه بكمال الإخلاص إن يهيئ لها موطنا غير الذي ضاق بها وإنها في هذا الكرب العظيم وفي هذا التعذيب الرهيب في اللحظات دي هي مشغولة بذكر الله تعالى مشغولة بدعائه والتضرع إليه تعلم بيقين قلب المؤمن الصادق المخلصة إن لا ملجأ لها ولا نجاة مما هي في إلا باللجوء إلى ربها كل ذلك في هذه اللحظات الحرجة وروحها قلص على وشك أن تفيد عليها السلام رب بن لي عندك بيتا في الجنة لاستعاذ بالله والالتجاء إليه وطلب الخلاص من الله سبحانه وتعالى عند المحن والنوازل من سنن الأنبياء والمرسلين من سنن الأنبياء وسنن المرسلين ومن تبعهم بإحسان من الصالحين إلى يوم الدين وإن الإنسان عليه أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء في كل وقت وحين وبالذات عند احتدام الأمور واشتداد الكربات فإن الله تعالى هو مفرج الكروب ومذهب الهموم لذا اتجهت بقلب صادق مخلص سيدتنا آسية عليها السلام إلى ربها وقالت ابني لي عندك بيتا في الجنة وبيظهر كمان من سياق هذه الآية إن الإنسان اللي بنتعلمه من هذا المثل الذي ضربه الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات إن الإنسان المؤمن عليه أنه يبرئ الساحة بتاعته وينزه نفسه من اقتراف الأسام وإنه لا يتأثر في ذلك بأي أحد ولو كان اللي بيعمل الأسام دي أقرب الأقربين للإنسان ده زجهة ولكن رأته على شرك وعلى إصرار على ظلم نفسه وعلى إصرار على أن يكفر بربه فلما رأت ذلك تبرأت مما يصنع مهما يكون اللي حولي قرابة لكن يعصون الله أنا بريء مش بريء بريء مما يصنعون بريء من معصية الله غير راضي عنها وأتمسك بالحق الذي يرضاه الله رب العالمين حتى ولو كنت أنا في تمسكي بهذا الحق وحيدا فريدا فإن الله تعالى لن يغفل عن ذلك المؤمن المتمسك بالحق السائر على طريق الهدى الذي يسأل الله تعالى الصراط المستقيم ويطبق ذلك في حياته العملية سيكون المولى سبحانه وتعالى أنيسه وجليسه ونصيره جل جلال الله ومما لحظه أهل التفسير من أهل الزوق في دعاء ستنا آسيا الرائق أن السيدة آسيا أشارت إلى أن الإنسان إذا أرد أنه يغير موطنه أو يتخير مكانا جديدا ومنزلا يعني جديدا ليسكن أو يعيش فيه أو يتخير مكانا فإن عليه أن يتخير الجار قبل الدار لأنها فتح عليها بهذا المعنى فإنها عليها السلام قد قالت في دعائها ابني لي ما قالتش ابني لي بيتا في الجنة قالت ابني لي عندك عندك بيتا في الجنة فقدمت العندية على الجنة مما يدل على أنها تطلب جوار الله أولا ثم بعد ذلك الجنة هي مش مشغولة بالنعيم هي مشغولة بأن تكون في جوار الله تعالى بهذه العندية التي سألت سألت الله تعالى في دعائها فمش مشغولة بنعيم الجنة قد ما هي مشغولة أن تكون في أعلى المقامات لتكون في هذا القرب وفي هذا الأنس يوم القيامة فسألت الله ابني لي عندك بيتا في الجنة وكذلك المؤمن لازم يعرف أن جوار الله في الجنة هو أعلى ما فيها وده في تأكيد على دائما أن الإنسان لم يسأل في دعائه شيئا أن يطلب المعالي من الأمور فهي سألت أعلى حاجة في الجنة رب بن لي عندك بيتا في الجنة ومن توفيق الله تعالى لعباده المؤمنين والمؤمنات أن يوفقهم إلى سؤاله تعالى الجنة أنك ما تنساش تدعي بأنك تكون من أهل الجنة ومش أي جنة تدعي كمان بجنة المأوى الجنة اللي فيها القرب لأن دخولك زحزحت الإنسان عن النيران وفوز الإنسان بالجنة بفضل الرحمن ده هو الفوز المبين لأن الله تعالى قال ذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يا خبر أتزحزح بس من على النار ما أهوبهاش أمشي يتداركني الله بلطفه فأزحزح من النار وأدخل إلى الجنة ده الفوز الحقيق وهذا غاية ما يرجو كل إنسان مؤمن أنه يتحقق يوم الحساب أنه يزحزح من النار وأنه يكون من أهل الجنة وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وصانف رمضان من ضمن الأربع وصايا اللي قال لنا عليهم أن نحن نوحد الله وأن نحن نستغفر الله وأن نحن نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل الأربع دول وص بهم النبي عيسى والسلام على الإنسان إن ما ينسهم شطول العام وهم آكد في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار أن نسأل الله الجنة ونستعيز بالله من النار عشان نكون من أهل التوفيق وأن نحن نصل إلى دار السلامة بسلام بتيسير من الرحمن وقد كان سدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكرام وأمته أن يسألوا الله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة زي ما ستنا آسية كانت بتسأل الله أعلى مكان ابني لي عندك بيتا في الجنة مش ابني لي بيتا في الجنة لا أو ما يكونش أي بيت ده هي سألت أعلى حاجة والنبي كان بيعلم الصحابة والأمة إنهم لما يسألوا يسألوا الله تعالى شيئا خاص بالجنة يسألوه الفردوس الأعلى من الجنة ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان خلي بلك وما كملش الأركان ليه وذكر هنا الإيمان بالله ورسوله والصلاة والصيام قال لك لأن الزكاة فيه هناك قادر عليها وهناك غير قادر عليها والحج كذلك لمن استطاع إليه سبيل وأتى بنماذج التي يأتيها الناس جميع من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيه يعني كم من أهل الجهاد من المقاتلين في سبيل الله أو جلس في أرضه ولم يكن من أهل الجهاد فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس نخبر الناس ونعلمهم بهذا المعنى فقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله شوف الضباط والجنود المقاتلين اللي بيحموا الحدود والي بينافحوا عن أوطانهم هؤلاء المجاهدين في سبيل الله وشوف بقى اللي بينالوا مقام الشهادة في سبيل الله لأنهم على حق شوف مقامتهم الجنة دي اللي أعدت للمجاهدين في سبيل الله يعني أصل الدرجات للمجاهدين في سبيل الله وما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا سألتم الله يعني إذا دعتموه إذا رجوت الله إذا تضرعتم إليه بالدعاء فإذا سألتم الله إذا طلقتم من الله إذا دعوتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة أو أعلى الجنة وأعلى الجنة أوسط الجنة يعني الوسط أو أوسط الجنة أعدل الجنة وأوسط الجنة يعني الجنة اللي فيها اتساع اللي أكثرها اتساعا وأعلى الجنة اللي يبتدي معنا الفوقية اللي هي تحت فوقها عرش الرحمن فالنبي عيسى تسام قال اسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة الأنهار الأربعة اللي ذكرت في سورة محمد صلى الله عليه وسلم الأنهار اللي من الماء الذي لم يتغير طعمه والأنهار من الماء واللبن والخمر لذة للشاربين والعسل المصفة الأنهار دي حتتفجر ينبعها من الفردوس الأعلى ومنه يعني من الفردوس تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن صدقت يا سيدي يا رسول الله واللهم نسألك الفردوس الأعلى اللهم آمين أجمعين